مرحبا يعطيكم العاف نحن هلأ عم نشتغل نحتفل بأحدث بالعالم من المطاعد من كل دول العالم وليبنان شارع فيها نشكر بمعيس بلدية بايوكلوب نعرض المطلق اللبناني وايطان فيها لنصوّق السياحة في لبنان نحن هلأ بها المبادرة الصغيرة عم نعمل حركة عكسية بدل ما اللبنان يجي على تركيا وإسطنبول عم ندعي الأتراك يزلوا على لبنان وينبسطوا عنا في لبنان والسياحة في هسا يكيد وبترك المجال أيضا كمان تشرفنا عضو المجلس البلاتي في مغلية ترابوس اللي يجى بها السيارة فترك الكلام لألأ أنا أولا من مهني نفسنا منهني الهدفين اللبنية على هالفعالية فأنا شاركت بها المحرجان الدولي الضخم بيعد لأول مرة إسطنبول مهرجان بيغلوا فريق القطاطة واللي كان للبنان بيعدت مجالات منه المهرجان تنفيذ وأجمله هالمهرجان اليوم اللي عم نشطوا بمجال الطعام لبنان معروف بأنه صجل المطبخ اللبناني على لائحة العنسل ووجوده ضروري به هالعاصل إسطنبول اللي بطلبه كتير من الأعلاقات الشعبين واليوم موجود مضعم الحلاب وموجود سيران مدئيس وإنه نوي أيضاً خمسين لأحصورة الخلوة للبنان بوسط عاصلة السياحة شاركتنا بالمهرجان اللي دعانا عليه رئيس بلدية بايوغلو سيد أحمد علي يلدز ولبنان شارك بمتل ما شايفين بالمطبخ اللبناني هون بنشكر مطعم الحلاب والميدل إيس اللي فتحونا هالمجلة نادر نشارك الفرحة مع أهلنا في إسطنبول بالمطاعم اللي هي موجودة من مختلف البلدان وبنتمنى عكل اللبنانيين يجوا يشاركونا موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة